موسيقى بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله النهاردة يا شباب هنبدأ في مراجعة شبتر سبعة اللي هو الارغانيك اند بيولوجيك الكيميستري بناء على رغبتكم مراغبة قسم الطالبات الشبتر هلخصه بسهولة ان شاء الله الارغانيك كيميستري يا شباب جزء الارغانيك كيميستري ليه اهمية كبيرة قوي الارغانيك كيميستري يا شباب من اسمها كده الارغانيك هي مركبات لازم يكون فيها كاربون ما ينفع يكون عندي مركبات اقول عليها ارغانيك وزويت كاربون واخد بلك وبيبقى فيها هايدروجين دون المين تو ايلمنت اللي في الارغانيك كومباون بعد كده ممكن يخش عليها هيتيرو ااتوم هيتيرو يعني غير متجانسة لايك اكسجين لايك نايتروجين لايك فوسفرس لايك سالفر لكن ميل للارغانيك كومباون اهي تمام دول اسمهم هيتيرو ااتومز اللي هنشوفهم يدخلوا في الفانكشن جروبز طيب انا عندي عشان كده هبدأ بعيلة كبيرة قوي اسمها عائلة الهايدرو كاربونز عائلة الهايدرو ايه كاربونز يبقى عائلة الهايدرو كاربونز يا شباب من اسمها كده هي مركبات فيها هيدرو جين وفيها كاربونز تنقسم الى الاتي عائلة اسمها عائلة الالكانز والكينز لاحظ الصفكس اللي انا بقوله في الاخر انز و انز الكاينز واخر مجموعة هي الاروماتيك هيدرو كاربونز طيب المفروض ابقى عارف في كل عائلة نمبر وان حاجة اسمها الجنرال فورميولا الالكانز الالكانز سي ان اتش تو ان بلاس 2 الان دي هي النامبر اوف كاربون الالكان حتنزل تو هيدرجين سي ان اتش ان وزاوت بلاس 2 طيب الالكانز مينس 2 ثاني سي ان اتش تو ان مينس 2 اما الاروماتيك سي ان اتش ان هنشوفها دلوقتي يبقى اول حاجة لو سألني سؤال what is general formula for الكانز الكينز الكينز الكاينز اروماتيك طيب ايه الفرست مينبر في كل واحدة ايه الفرست مينبر الفرست مينبر هنا هوا هو الميسان او الميسان هنا لازم يكون 2 كاربون عشان فيه double bond اها هو يبقى ده اسمه ايسين او الاسم الكوما النيم ايسيلين هنا هتكون triple bond ايساين او الكوما النيم بتاعه اسيطايلين هنا البنزين رينج اللي هو البنزين وممكن ارسمها كده يا شباب البنزين رينج اهيها كده مواصفات كل عيلة من دولة مهمة قوي الجنرال الجنرال بروبرتز او كراكترز الاتليست بقى عارفة ان هذه العيلة كلها كاربون كاربون سينجل بوند يبقى فيها سينجل بوند هنا كاربون كاربون أتليست فيها وان دابل بوند يبقى فيها دابل بوند هنا هتكون فيها تربل بوند هنا هتكون فيها بنزين رينج يبقى تربل بوند تربل كوفيلان تبوند دابل كوفيلان تبوند سينجل كوفيلان تبوند الخاصية التانية المهمة قوي اللي هتغير و تديها اسم جديد ان هذه العيلة تبقى كلها ساتيوريتد ساتيوريتد هايدرو كاربونز يعني ايه؟ يعني لو انا اكتب الميسان اهو ألاقي ان الميسان اهو ان الكاربون ساتيوريتد واخد الماكسيمم كباستي اف هايدروجين ااتومز أما لو عملت الايسين اللي هو الايسيلين هلاقيه كده اهو نقص اتنين هايدروجين عشان كده هقول عليه ان ساتيوريتد هايدرو كاربون ان ساتيوريتد برضو الالكاينز ان ساتيوريتد ها يبقى كده اهو اها نقص كل الكاربون ان ساتيوريتد اما ده اروماتيك بنزين رينك برضو يعتبر ان ساتيوريتد لان الكاربون اللي فيه مش وغده فول ماكسيمم كباستي من كمية الهايدروجين اللي المفروض تكون عليه ساتيوريتد وانساتيوريتد يا شباب هتفيدني قوي انا وبشرح الليبيدز اول ما هقول الفاتي اصيد فاتي اصيد هيبقى نوعين يا ساتيوريتد مشبعة يا انساتيوريتد فاتي اصيد وده اللي هتعمل للفات والاويلز ده اللي هتعمل للفات والاويلز طيب في عائلة هنا في العائلات ده يا شباب ممكن يجيب لي مركب كده هوا يقول لي مثلا المركب ده سي سري اتش ايت هل المركب ده من عائلة الالكان ولا الالكين ولا الالكاينز ولا الاروماتيك يبقى اطبق عليه الجنرال فورميولا سي ان اتش تو ان اتنين في ثلاثة بكام بستة زاقت اتنين تمانيةali wol يمشي bekноз لكن تعال子 م� forte علي ديهاية اتنين في ثلاثة بكام بستة ما ينفعش علشان يبقى الكاينز لازم يكون كده سلي اتش سكس طب عشان يبقى الكاينز لازم يكون كده سي سري اتش فور اتنين في ثلاثة في ستة مايناس دو اربعة يبقى لو جابهم لي كده C3H4 C3H6 وقال لي مين من دولة الألكنز ومين من دولة الألكنز ومين من دولة الألكنز يبقى أنا جنرال فورميولا هنا يبقى الألكنز هو الاتنين في ثلاثة بسيطة بسيطة أتنين في ثلاثة بسيطة يبقى ده الألكنز ده الألكنز من الجنرال فورميولا ما أخد بالي يا شباب من الموضوع ده هو ناخدهم عائلة عائلة كده نمشي فيه كده فيهم شوية هيسألني يا شباب في تسمية العائلات ده هي الألكنز والألكنز والألكنز لو سألني على الألكنز والألكنز والألكنز ما عندنا مشكلة لو أنا عندي ألكنز أول حاجة أن هذه العائلة تنتهي بصفكس يعني إيه صفكس؟ نهاية أن ميسان إيسان بروبان يبقى أنا عندي أهم يا شباب إيسان أول حاجة ميسان دوان كاربون إيسان تو كاربون بروبان تلاتة كاربون بيوتان فور كاربون بعد كده أخذ الترقيم اليوناني العادي بتاعي بنتان خمسة هيكسان هيبتان أوكتان نونان ديكان طب لو أنا عايز أعمل البيوتان يا شباب أعمله إزاي؟ بالجنرال فورمولة الفدماغي سي فور إتش كام؟ مش فاكر آه يبقى اتنين فاربعة بكام؟ بتمانية زائد اتنين عشر طبقت عليه الجنرال فورمولة ده هي سي إن إتش تو إن بوزيتف تو يبقى أهم حاجة عندي يكون بيرانت كومباونت أطول سلسلة كاربونية هي البييرانت هي الأب طب هقول عليها خمسة كاربون بنتا وينتهي بصفك سآن ستة كاربون هيكسة سبعة هيبتا أنسون طيب يبقى الأول أنا بدور على أطول سلسلة أهوها وان تو سري فور فايف سكس يبقى ده هيكسان أو ممكن يجيبهولي يا شباب بالستيك كده هاو وان تو سري فور فايف سكس هو ده هو ده أهو طيب مش شرط تكون أطول سلسلة ستريت لا ممكن المركب يكون كات مثلا يبقى وان تو سري فور فايف سكس سيفن طب هرقم منين هنعرف دلوقتي يبقى وان تو سري وان تو سري فور فايف سكس سيفن يبقى مش لا كده غلط هيكسة غلط لا هو باقي بدلوقتي بقيه هبتا يبقى بقيه هبت سبعة وينتهي بصفكس طيب بس في هنا صبستيوشن هنا في الكايل جروب الكايل جروب يا شباب ده هي اسموها الكايل اللي هي اسموها الار كده نعملها احنا في الكيميا كده قد تكون وان كاربون ما تبقىش اسمها ميسين لو هي كده وان كاربون تبقى مي سايل لازم السبستيوشن ينتهي بصفكس آيل إي سايل برو بايل ثلاثة كاربون بيو تايل أربعة كاربون آن سو آن يبقى عرفت السبستيوشن لو هو كاربون آر هقول عليه ينتهي بصفكس آيل طيب لو السبستيوشن هالوجين هالوجين لايك زيس لايك زيس لايك زيس لايك زيس آه يبقى دا كان فلورين هيبقى اسمو فلورو كلورو برومو ايودو يبقى دا لو السبستيوشن هالوجين هيكون بالأسماء ده هاي يبقى لو السبستيوشن كاربون وان كاربون تبقى مي سايل إي سايل برو بايل بيو تايل بنتا أنسؤن طيب تيجي ناخد مثال يلا يبقى الأول بدور على اللونك شين كاربون أطول سلسلة كاربونية وبعد كده أحدد السبستيوشن تمام زي يبقى لازم أشوف أطول سلسلة كاربونية وبعد كده أشوف السبستيوشن مثال عندي أهوه أهوه أرقم منين أطول سلسلة كاربونية قد تكون كده واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ممكن تمشي كده خمسة فوق عادي بس دلوقتي في حاجة هتحكمني يبقى يكون عندي سبستيوشن تفرع لازم أرقم من ناحيته يبقى الترقيم الصح أهوه أن ده ترقيم خطأ اللي أنا عملته يبقى الترقيم الصحيح واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة وأمسح هذا لإني خطأ لإني لازم أروح أدي السبستيوشن أقرب أقل رقم يبقى أنا عندي كده أكتب الأب اسمه بنت هاوها بنت الصفيكس العيلة بتاعته اسمها أن عندي تو ميسايل أي تو ميسايل يا شباب أي أن في عندي كاربون تو عليها ميسايل يلا سمي الاسم يبقى تو ميسايل بنتان يبقى هذا المركب اسمه تو ميسايل بنتان طيب لو كان كده سرعة هاوه خلاص هرقم أنا من أقرب فرع وان تو سري بعيدة يبقى وان دي القريبة تو سري فور آه الراجل ده عمل توقم تو يبقى أنا عندي هنا السبستيوشن تو تو شفتو تو إن كاربون اتنين عليها اتنين وما أنسى داي ميسايل والأب كان اسمه يا شباب بيوتا والعيلة كانت اسمها ايه آن يعني من عائلة الألكان ليس فيه دبل ولا تريبل بوند ولا أروماتيك يلا سمي على طول اتكتبت الحكاية تو داي ميسايل بيوتا يبقى هذا هو الاسم الصحيح طيب تعالا ناخد مثال تاني نحط فيه فكرة جديدة برضو متنوعة أهو لو المركب جبهولي كده أهو أرقم منين يا باشا خلاص احنا على حفظنا القصة أقرب فرع شكله شمال خلاص يبقى واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة وتمشي كده سبعة على فكر يبقى الراجل ده عنده حكتين عنده هنا تفرع وعنده هنا تفرع يبقى أنا عندي أول حق نشوف الأب اسمه إيه هبتا يبقى الأب اسمه هبتا والعائلة اسمها آن فوش دابل بند والتفرعات اتنين ميسايل وخمسة إيه سايل أبدأ بمين أبدأ ألفابتك الإيق قبل الأم يبقى فايف إيه سايل كما اتنين ميسايل هبتا هب تا طيب لو كان هنا يا شباب طيب كده ها يبقى هنا هتبقى تو تو داي ميسايل هيقول لي واحد ألفابتك لتدي قبل الأي أقول له لا أنا بتحاسب على الاسم الأصلي الاسم الأصلي ميسايل وليس داي ولا تراي يبقى ما زالت الإي قبل الأم يبقى فايف إيه سايل اسم الجديد فايف إيه سايل كما تو تو ما أنسك المي داي مي سايل وهبتا طيب افروض المركب هنا كده وفي سي أل يبقى يبقى فور أبدأ دايما بالهالوجين فايف إيسايل أيوة يلا شباب هبتا لا فين الباقي تو أيوة داي ميسايل هبتا طيب أفروض المركب فيه هنا سبستيوشن برومو عندي تو هالوجين مين يتكتب فريست آلفابيتك لعشان ما يزعروا شو من بعض البي قبل اي السي يبقى سري كلورو لا سري اي سري برومو كما فور كلورو فايف إيسايل تو داي ميسايل هبتا وصلت يا شباب يما يبقى عندي اتنين الكايل ميسايل وإيسايل الإي قبل الام يما يبقى عندي هالوجين الهالوجين يكتب فريست طب تو هالوجين أرتبهم برضو ألفابيتك ويكتب فريست تمام ويكتب ايه فريست بعد كده ده كل في الألكان يا شباب نروح للألكينز عائلة الألكينز نفس اللي قلناها بره أدور على أطول سلسلة كربونية أخذ بالي أن هذه العيلة لا تنتهي بصفكس آن هتنتهي بصفكس إينز يبقى عائلة الألكينز يبقى عائلة الألكينز هيا تنتهي بصفكس إينز يبقى صفكس تحقين هاي وهشتغل برضو آآ آآ تو يبقى إيسا ثلاثة يبقى بروبة أربع بيوتا بنتا هكسا هبتا كده لحد أنسون طيب هنا هيحكمني يا شباب سين مركبة هو هو لازم أرقم من ناحية الدبل بونت ولازم الدبل بونت تاخد أقرب أرقام يبقى ما ينفع من هنا هينفع من هنا وان تو سري فور فايف سكس يبقى أطول سلسلة كربونية هي ستة يعني هكسا بس دي من عائلة الدبل بونت يبقى هكسين يبقى هكسين طيب الدبل بونت موجودة فين بين تو وان سري أخد أقل رقم اللي هو تو يبقى تو هكسين يبقى تو ايه هكسين بعض الكتب ممكن تكتب كده على فكرة يا شباب هكس تو اين التسميتين دول صحاح تمام الاتنين دول صحاح طيب لو كان في عندي سبستيتيوشن لايك زيس يبقى عندي ايه هنا تو ميسايل يبقى عندي هنا تو ميسايل تو اهو صح كده شباب هكسين اهو يبقى ده تو ميسايل تو هكسين طيب لو عندي كده ما عندي مشكلة عندي اربعة كلورو اهو فور كلورو تو ميسايل تو هكسين طيب واحد زميلك قال لك اهو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية يبقى ده اكتا اين قلنا له استنى رايح ما عديت على الدبلو بوند قال لانا عديت على الدبلو بوند ده انه لا لازم ترقم التو كاربون اللي عليهم الدبلو بوند ما ينفع لازم التو كاربون دول يكونوا موجودين يعني ايه قال لك يبقى الترقيم كده حبيب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وليس هذا غلط هذا خطأ اوه يبقى تس صح يبقى اطول سلسلة الاب هنا ايه عشرة يبقى ديكا ديك ومن عائلة اين طب والدبلو بوند فين بتوين تلاتة واربعة يبقى سري ديكا اين اوه اقول ديكا سري اين اي ان الدبلو بوند موجودة بتوين تلاتة واربعة طب افرض هنا اوه ديكا ديكا نقول سري ديكا ديكين افرض فيه هنا سي ال نقول استنى سي كلورو الهالوجين الاول افرض طب هنا فيه كده بي ار على الاتنين كده نقول استنى يبقى سي برومو سي كلورو سيفن اي سايل ناين مي سايل سري ديكا ديكين دا كل يا شباب اللي هيكون في الالكين طيب نفس القصة في الالكاين نفس القصة في الالكاين مع اختلاف الصفكس الكاين تنتهي بصفكس اين واشوف اطول سلسلة كربونية طيب مثال ارقم من هنا واحد اتنين تلات اربعة واحد اتنين يبقى لا من هنا اسهل واحد اتنين تلات اربعة يبقى الابو هنا بيوت هو وي من عائلة اين بيوت اين والتريب لبنط بيوت في تو تو بيوت يبقى تو بيوت تاين يبقى تو بيوت تاين طيب لو كده اهو 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 ارقم من هنا عشان الفرع اولو لا اهو اترقم من هنا اترقم من دابلو بند واحد اتنين تلات اربعة خمسة ستة سبعة يبقى دا اي سايل ودا مي سايل يبقى عند الابو اسمه هبتاين سبعة هبتاين يبقى نحط الاول يبقى اي سايل سكس مي سايل والابو سيفن نقول لا وان 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 هبتاين اتحط كلورو اجيبه الاول برضو فرس اتحط بروم يبقى هو الفرس and so اون يبقى دا شباب التسميات اللي انا عايزها في الالكان والالكين والالكين قبل ما اروح الاروماتيك فيه هندي يا شباب عائلة ظهرت كده شفتوها انتو في الكتاب عائلة السايكلو الكانز عائلة حاجة اسمها سايكلو سايكلو يعني حلقي الكانز يعني بدل ما الكانز كان شتريت واخد بالك هي يبقى حلقي عشان اعمل حلقي اتليست لازم يكون عندي بروبان لازم يكون عندي بروبان سري كاربون دا البروبان يبقى لازم عشان اعمل حلقي كده دا اسمه هاو هاو سايكلو بروبان لو اربعة هيبقى كده سايكلو بيوتان لو خمسة هيبقى كده سايكلو بنتان لو ستة سايكلو هيكسان يبقى دا اسمهم السايكلو الكانز السايكلو الكانز ليه جنرال فورميولا نفس بتاعة الالكين سي ان اتش تو ان ليه مش بلستو مدم الكان لان تو هايدروجين هم اللي عملت بيهم السايكليزيشن هم اللي انا قفلت بيهم الحلقة ما ينفع اتنين كاربون اعملوا حلقة يعني ما ينفع دا الايسان يبقى حلقي ما ينفع عملوا حلقة ازاي لازم يكون عندي تلاتة él اعمل الجنرال فرميولا بتاعة السايكل الكان هي الجنرال فرميولا بتاعة الأل كين طيب انو ان كلجور بتاعتها نفس السايكل نفس بتاعة الال كان بس مع اضافة ال سايكل طيب لو انا عندي هذا فأنت لو عندي هنا ف Rin أقول مي سايل في واحد الواحد لا يكتب قومي تيد ون يبقى ده اسمه مي سايل وحط سايكلو وحط الأب واسمه بروبان طيب لو هنا كده اهو عندي مي سايل وإي سايل قالك رقم الفابيتيكل الاي قبل الام يبقى واحد اتنين ما ينفع تروح اتنين هنا عشان تبعد ودي الرقم الفرع الثاني اقرب رقم تلاتة اربعة يبقى ده الصح لكن لو مشيت كده خطأ يبقى واحد هنا يتكاتب واحد عشان افرق يبقى ده واحد إي سايل اتنين مي سايل سايكلو واربع يبقى بيوتان هنا مي سايل سايكلو بنتان هنا مي سايل سايكلو هكسان هنا الاسمه يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة يبقى واحد إي سايل تلاتة مي سايل سايكلو هكسان يبقى ده شباب عائلة السايكلو والسايكلو كان على فكرة شباب ساتيوريته هيدرو كاربون لان ما فيها دبلو بنت خلاص نروح للعيلة الأخيرة اللي هي الاروماتيك ومش هنستفيد يعني نقول فيها حاجة كتير قوي اروماتيك هايدرو كاربون اهمني فيها البنزين رينج اهو ممكن اعملها كده البنزين رينج اهو 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 ممكن احطوا دبلو بنت هنا اول وهنا كده كده لكن ممكن اعكسها كده كده اهم حاجة يبقى عندي دبل سنجل دبل سنجل دبل سنجل ما ينفع دبل دبل جنب بعض ما يصير يبقى يعملها كده كده او اريح نفسي وارو اعملها كده يبقى دي اسمها البنزين رينج يبقى دي اسمها بنزين رينج او يقول عليها اروماتيك رينج عندي ثلاث مركبات اخد بالي منهم لو انا هتكلم على البنزين رينج اهو 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 خليهم كلهم دوار يلا اهو يبقى ده اسمه بنزين طيب لو دخلت او اتش هنا هتغير الاسم هتسميه فينو لا طيب لو دخلت سي اتش سري مسايل بنزين لاسم طولوين لازم تقولي ان ده طولوين طيب لو دخلت ان اتش تو امينو جروب يبقى ده اسمه انيلين يبقى مين البنزين اهو مين الفينو اهو مين الطولوين اهو مين الانيلين اهو نتفق نتفق بعد كده هنروح للجزء التاني وهو جزء الفانكشن جروب يعني ايه فانكشن جروب يا شباب الفانكشن جروب دي يا شباب هي جروب او اتومز اتاتش توزي الكان الكين الكاينز وده هيبقى هو الريسبونسبول فور ري اكتيفتي ده هو اللي هيبقى مسؤول عن النيمينج ده هو اللي هيغير اسم العيلة ده يعني مركب عند كده كان اسمه هو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بنتان لو ان هذا المركب دخلت عليه هنا هو او اتش دي اسمها فانكشن جروب سمته بنتانول او غيرت اسمه وقلاقي ان ده خلته ري اكتيف كنباوند يتفاعل بسرعة هتغير الكيميكال والفيزيكال بروبرتز طب اما لو هو كده بقى ستة هوا يبقى ده اسمه هكسانوك اسد اوك اسد او يعني في عندي فانكشن جروب ايه هي انواع الفانكشن جروب يبقى ايه تعريف الفانكشن جروب يا شباب هي اتومز او غروبز اتاتش تو زي ارغانيك كمباوند ان رسپونسبل فور زي اكتيفتي خد بالك ان فيزيكال ان كيميكال بروبرتز او زي ارغانيك كمباوند الفانكشن جروب عشان نلخصهم لك هريحك قوي اسمهم نوعين فانكشن جروب انا احب اقول للطلاب بتعوتي ان هما نوعين اول حاجة في نوع without كاربونايل جروب ما فيها كاربونايل جروب يعني ايه كاربونايل جروب يعني الدي اهو يسمو دي كاربونايل جروب اهو دي كاربونايل جروب وفي عيلا with كاربونايل جروب with كاربونايل جروب اللي هي هدي برط اه مين اللي هما without كاربونايل جروب خد عندك واحد عند الالكينز الالكال ما فيهاش يبقى الالكينز يعني ايه؟ يعني ده الدبل بونت هي الفانكشن جروب اتنين الالكاينز اللي هو ده اللي هو ده التربل بونت ثلاثة الالكايل هالايد يعني ايه الالكايد الالكايل يعني مجموعة كاربون مثل اس البروبايل كده الالكايل هالايد والهالايد ده هو الالو جين يعني يكون عندك كده هاو وان تو سري يبقى ده هو كلورو ايه؟ اه؟ أو بروبايل كلورايد بروبايل كلورايد ميسايل لو هو واحدة كلورايد كده يعني يبقى ده الهالوجينز واخد بلد الهالوجين ده قد يكون فلورو برومو كلورو ايودو يبقى الالكايل هالايد اربعة تكون الكوهول يعني ايه الكوهول يعني الاقي المركب بتاعي كده سي اتش سري او اتش دخلت عليه او اتش فبقي اسمه ميسانول او لو اتنين كاربون يبقى ايسانول اول ينتهي بصافيكس اول تمام حتى الان ما عنديش كربوني لهوا او يكون خمسة امين امين يعني دخل امينو جروب سي اتش سري اهو ان اتش تو اهو ميسايل امين ميسايل امين قد تكون السي اتش سري شباب دي اروماتيك يعني ممكن تبقى كده اهو 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 يبقى ده الكهول فينه الاسمه طب ممكن يبقى كده اهو 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 ده على فكرة امين يعني ده امين اللي هو اسمه الكمان اخذ بالك وممكن ايه يبقى كده اهو 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 اول حاجه اول حاجه هاو ها وصف اهو 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 شباب عشان برضو كنت نحطه للآخر معلنشي كويس محمد الاسر عندي يا شباب ان يكون عندي ار و او و ار يعني الاكسجين ساندوتش قد تكون الار دي ميسايل و دي ميسايل يبقى داي ميسايل ايسر يبقى دا هو الاسر ما زلنا ما عندناش كربونايل لس طيب لو الكربونايل قروب التهنة هنخليها ار هيا ار كلها اهيا ار اي ان كانت الكايل لو متصلة بي اتش عليها اتش يبقى قلدهيد يبقى دا قلدهيد لو متصلة بار يبقى كاربون كاربون يبقى دا كيتون طب لو متصلة بو اتش يبقى كاربوكسيلك اسد طب لو متصلة بو او هو ار تاني او اه يعني كاربونيل او ار يبقى دا استر طب لو متصلة بان اتش تو او امين مع كاربونيلي يبقى امايد تمام يبقى عندي اللي فيهم كاربونيل جروب اتنين تلاتة اربعة خمسة واللي ما فهمش ستة في ناس عارفك يحطوا الاروماتيك رينك كفانكشن جروب البنزين رينك يعتبروها كفانكشن جروب يعني طيب انا كل خوفي ان انت تغلط في الامتحان وما تعرفش تفرق ما بين الايسر والاستر الايسر والاستر الفرق ما بينهم كالقاتي خلاص دي وصلت قبل ممسح دايما اللي خباطة بتبقى في الايسر والاستر والامين والامايد نتفق الاول اهو ادي اديني مثال للإيسر اهو داي ميسايل إيسر داي ميسايل إيسر طب هما لده ده هنا فيه كاربونيل ودخلت عليها دايما اسمي يا شباب الاسم الاول اللي هو افتر اوكسجين هو اللي يتكتب الاول يبقى ده اسمه ميسايل والعيلة دي اسمها ايه اسيتيت دي اسيتيت ميسايل اسيتيت اهو يبقى ده الايسر يبقى الايسر يا شباب انه فيه كاربونيل الايسر ما فيهوش كاربونيل اده اكسجين اده فيه اكسجين يبقى الفرما بينهم وجود الكاربونيل جروب هنا الصفكس ايت هنا الصفكس بتاعه ايه ايسر طيب برضو اللخبطة بتكون في الامين والامايد ادي المركب هوا اهوا وادي واحدة هوا هنا امينو جروب اتاتش تو الكايل سي ايه ايه ان كانت سي لكن هنا امينو جروب اتاتش تو كاربونيل يبقى ده اسمه ميسايل امين ميسايل امين لكن هنا لا استنى يبقى هنا اسمه اسيتامايد ينتهي بكلمة امايد يبقى ده امايد وده ايه امين يبقى الفرما بينهم ان الامين الامينو جروب اما الامينو جروب هنا اتاتش تو كاربونيل جروب فبقى اسمها امايد امايد طيب لو عايز اختبرك كده هوا مثلا واجبلك حاجة مثلا انت شفتها ما حد فين استعمل الاسبرين يا شباب في حياته راح الصيدلية وجاب علبة اسبرين احنا نقول عليها في مصر ريفو وبرضو نقول عليها اسبرين وهو الاسبرين بتاعه عاملها شركة باير لو انا رسمت الاستراكشر بتاعه هلاقيه كده ايه هي الفانكشن جروب اللي موجودة في المركب بتاع الاسبرين اول حاجة كاربوكسيليك جروب اهايه ودي ايه شباب كيتون بتصوى فيه هنا على فكرة هنا هنا كده يبقى دي دي كده اسمها اسمها ايه محمد كاربونيل و اكسجين ويبقى اسمها ايستر وقدر اسمي دي اقول ايه اروماتيك يبقى ده اسمه اسبرين يبقى ايه الفانكشن جروب الموجودة في المركب ده كاربوكسيليك جروب ايستر جروب اروماتيك رينك يبقى دي الثلاثة يبقى ممكن يجيدي سؤال في الامتحان ايه هي الفانكشن جروب المش موجودة في المركب ده هو ويعمل للآتي واحد الكوهول اتنين كاربوكسيليك جروب تلاتة اروماتيك رينك اربعة استر جروب مين المش موجود هنا الالكوهول ما فيه الكوهول جروب ما فيه ايه الكوهول جروب طيب فيه بس معلومتين صغيرين عايز اقولك عليهم برضو خلاص احنا عرفنا ان الالكوهول يا شباب هوا CH3 OH دايما لازم يكون فيه OH جروب الOH دي بولر تدي البولاريتي القطبية للمركب واخد بالك ودايما تخلي المركب ينتهي بصفكس ميسانول إيسانول بروبانول كده بعد كده لو عندي المركب بالمنظر ده هوا ممكن يقلق ايه كده مين دي مين الSHOD مهات الSHOD ممكن نرسمها كده على فكرة ما عندي مشكلة ممكن نعملها كده هوا اهوا فكرة دي هي دي تمام يبقى المركب دي اسمه ايه الاسيتالدهايد اللي هو الإيسانال اوه يبقى ينتهي بصفكس آل يبقى ده ألدهيد ده ايه شباب ألدهيد يبقى ينتهي بصفكس آل طب لو المركب بتاعي كده سي اتش سري سي او سي اتش سري ده تلاتة كاربن واحد اتنين تلاتة يعني ده اسمه توبروبا نون اوه ينتهي بصفكس آل آل يعني كيتون وليكم النام ده هوا الاسيتون اللي تحب تحطوه انتو كمنيكير وتروح الفرح به مش انتو يعني قسم الطالباء ماشي زعلوش ده الاسيتون آل كيتون كيتون ايوه كاربونيل التاتش تو كاربون كاربون الكايل الكايل اوه يبقى دي هيا دي فعلا الكيتون اما دي لا استنى الكاربونيل لسا عليها اتش يبقى قلضهيد انا ليه ربطت التلاتة دول ببعض لان عندي سلايد في الكتاب واحنا ما تبحرناش فيه عشان ما نعمل لكش ازعاج مهمة قوي وبتيجي منها بعض الاسئلة ممكن يسألني فاكرين السلايد يا شباب اللي قلنا عليها في الكتاب الظريفة الحلوة دهية واخد بالك اللي قلنا فيها لو انت عندك الكهول اهوه 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 يا شباب نقول كده اهوه خلينا نكتب الكهول حسن سي اتش سري سي اتش تو او اتش ماشي ادي الكهول ممكن بالاكسادة اعمل له اوكسيديشن يتحول الى الظريفة او كيتون هو الظريفة او كيتون على حسب نوع الالكول هل هو برايماري ولا سكندري ممكن اعمل اوكسيديشن تانية احول الظريفة والكيتون الى أسد احوله الى أسد كاربوكسيليك أسد يبقى ممكن السؤال يجين في امتحان الوكسيديشن والكهول يدي ايه الظريفة او كيتون او يجيني اسؤال في منحان الوكسيديشن والكهو يدي ايه يدي اصد طب لو حايزة رجع الفيلم البعضه تاني لو انا عملت رداكشن لو انا عملت ريداكشن هنا هو الأسد يبقى والدهيد ولو عملت تاني الظريفة يبقى الكل يبقى ده اسمه ريداكشن لكن اللي فوق ده اسمه ممكن يجيني أسئلة في الامتحان بالطريقة دهية بعد كده شباب الكاربوكسيليك أسيد برضو ما تكلمناش فيها باستفادة كتير قوي يعني يهمني بس تاخد بالك من الفونكشن جروب لو ربما تكون جايالك بطريقة أنت مش أخد بالك منها أهوى مثلا هادي المركب بتاعي أهوى أهيا أهيا وفيه ده هوا برضو أهوا الخل بتاعنا سي أو أو إتش أسيتك أسيد وفيه المركب اللي هو البنزويك أسيد ده فورمك أسيد أسيتك أسيد بنزويك أسيد بس ممكن تبقى مكتوبة كده على فكرة تخيل ده هي ده وممكن ألاقي دي مكتوبة بالطريقة دي أهوو أخد بالي من كده أهو وفي تخيل ممكن يعقّدك في حياتك ويعملها لك كده هاو يحط الاثنين مع بعض هاو انت وحظّقها في شغلة بايو كيميستر يعني لكن إن شاء الله تجيلك بالمنظر ده هاو يبقى دي كاربوكسيليك جروب يسموهم كاربوكسيليك أسد طبعا الكاربوكسيليك جروب دي في الصناعة لها ايه؟ بيعملوا منها البولي مارز وبيعملوا منها الأفلام الفيلم ويعملوا منها البينتز والديهنات وحاجات كثيرة قوي تمام؟ بعد كده شباب الإسترز أنا في سفي حتة يا شباب لو قلّي الإيسر يا شباب فاكريني الإيسر اللي قلنا عليه كده هاو عشان أنا أعمل الإيسر لازم يكون عندي 2 ألكوهول هادي ألكوهول ثلاث آنازر ألكوهول هاو تاني هاقلبوا كده بس ها ليه؟ ها هو لازم أطلع منهم مياه ها شايف؟ ها أطلع منهم مياه يدي إيسر ها هو ها طب لو عايز أعمل إستر خلاص أتفقنا إن الإستر بيبقى كده ها هو عشان أعمل إستر لازم يكون عندي أسد ها هو لازم يكون عندي C كده ها هو CH3 ها هو نقول لي إيه مثلا؟ عايزين نعمل إستر يا شباب يكون عندي أسد ها هو COOH هادي أسد لازم يتفعل مع ألكوهول ها هو R O H يبقى أدي ألكوهول وأدي أسد يتحدوا مع بعض ها هو وطلع منهم بالهيت ها هو أسحب منهم مياه ميناس روجر تمام؟ يديني ها هو بسمي من بعد الأكسجين يبقى دي إيسايل كان إيسايل ألكوهول ودي اسمها أسيتات يبقى دي الأسيتات ودي الإيسايل يبقى المركب ده اسمه إيسايل أسيتات ممكن يجيني سؤال في الامتحان الإيسر ده إيسر بيتكون منين؟ من أسد وألكوهول طيب لو قال لي الإيسر ده هو لو عملت له هايدروليسيز لو عملت له تحليل أو تكسير بس سيسألني سؤال نقوله استنى هتعمل هايدروليسيز بني؟ بإيه؟ هتعمل هايدروليسيز بإيه؟ هادي الهوى هاوى هاوى هادي الإيسر عايزين نعمل له هايدروليسيز؟ بس خلي بالك حاجة من اتنين يا إما هاعمل أسد هايدروليسيز في وجود أسد يا إما في وجود إيه؟ بيز في وجود أسد هيرجع إلى أصله في وجود أسد هايديني الأسد هاوى زائد الألكوهول هاوى يبقى هادي ألكوهول هيتكسر ويرجع أصله تاني إلى إيه؟ أسد هاوى أما في وجود بيز زي السوديوم هايدروكسايت هادي إيه شباب؟ هادي سوب بلس ألكوهول دي عملية يسموها عملية السابونيفكيشن يسموها إيه؟ السابونيفكيشن يعني هادي صوديم أسيتات هنا مثلا هاوى صوديم أسيتات يسموها سابونيفكيشن يبقى البيز هايدروكسايت أو إستر هو البيز السابونيفكيشن أخر حاجة الأمين والأمايد قلنا عليها هاوى إن الأمين يكون عندي الأمين وغروب دايريكت أتاتش تو ميسايل واخد بلك أما لو إن الميسايل إذا هايت تصلت بكاربونيل ومعاها الإن إتش تو تبقى هي الأمايد يبقى دي الأمين ودي الأمايد بعد كده يبقى الجزء الأخير اللي عندنا جزء البييولوجيكال كيميستري برضو هنعرج عليه تعريش خفيف خالص جزء البييولوجيكال كيميستري يا شباب أربع حاجات اللي هو أنتوا تقولوا عليه بايو كيميستري خدتوا في البييولوجي هما أربعة هنبدأ بالبروتينز زي ما موجود عندك في الكتاب وبعد كده هيبقى عندي الكاربو هايدريت وبعد كده هيبقى عندي الدهون الليبت الأحماض النووي طيب البروتينز معروف الفنكشن بتاعه زي ما خدتوه في البييولوجي واخد بالك البلدنج بلوك بتاعه يهمين يا شباب إن تعرف إيه هو الباكبون بتاع الأربعة دول الباكبون اللي هو الجسم اللي هيعمل للبروتينز هو الأمينو أسد يبقى هو اسمه إيه؟ أمينو أسد طب لو سألني الباكبون بتاع الكاربو هايدريت ها نتكلم بعد شوية ها نقوله هو الجولوكوز ماشي اللي هعمل منه البوليس الكاري طب الليبتز اللي انتوا عندهم في الكتاب الجليسرول زائد الفاتي أسد النيوكليك أسد النيوكليوتايدز وهنعرف إيه هم الكلام دهو يبقى الباكبون عشان هاعمل بروتينز لازم يكون عندي أمينو أسد مور زان توينتي أمينو أسد أحطهم كده في سلسلة أكتر من عشرين أقل من عشرين احنا تمسمينه في الكتاب بوليبيبتايدز عشان أعمل بوليسكرايدز لازم يكون عندي جولوكوز ألف خمسمية مية تلتمية أعمل منه بوليسكرايدز عشان أعمل دهون لازم يكون عندي بات بون بتاعها الجليسرول وأضيف عليه فاتي أسد والفاتي أسد احتمال يكون عين يا ساتيوريتد يا أنساتيوريتد ساتيوريتد مفهوش دبل بوند أنساتيوريتد يحتوي على واحد أو أكتر من دبل بوند النيوكليك أسد هنعرف يتكون من نيوكليو تايدز هنعرف يعني أي كلمة نيوكليو تايدز نرجع للبروتينز إيه هو الأمينو أسد يا شباب بتاعي؟ أي أمينو أسد لازم يكون فيه لازم يكون عندي ويقولوا على دي اسمها ألفا كاربون يكون عندي في أي أمينو أسد كاربوكسيليك جروب أمينو جروب والأمينو أسد وهذه هي التي تختلف في تسمية العشرين أمينو أسد لازم يكون عندي ألفا كاربون كاربوكسيليك ثلاثة حاجات دولة أهم حاجة والاختلاف هيكون في الأر الاختلاف هيكون في مين؟ في الأر طب لو أنا عندي أمينو أسد ثاني جنبي أدي أمينو أسد لازم كمان بص يا شباب يكون عندي كاربوكسيليك أند ويكون عندي أمينو أند يسموها سي أند أن أند نهاية ساعة لو أنا عندي أمينو أسد ثاني أهوة بس هعمل الاتش كده يا شباب معلش تحملوني أهوة واخد بالك أهوة أهوة وهعمل دي آر تو على أساس أنه هو اسمه أمينو أسد أثنين إيه اللي هيحصل؟ هيروح يتحدوا مع بعض ويطلعوا مياه شايف دي؟ يطلع as minus water ويدوا إيه؟ تخيلوا عاملين كده هوا أهوة 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 ما زال يحتفظ بالن واخد بالك أهوة إن أهوة 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 يسموا دي شباب فاكرين دي تسمي باي من شوية؟ تسميه أميد في البروتين هنا أسميه ببطايد يبقى السيكونس بتاعت الأمينو أسد السلسلة إن أنا أعمل لهم كنكشن بالبيبتايد بونت أحط واحد تاني بيبتايد بونت بيبتايد بونت لحد ما أقول عليه بولي بيبتايدز في الكتاب مكتوب عندك لو هو مورزان توينتي أو توينتي تو أمينو أسد أبدأ أسميه بروتينز بعض الكتب تقول مورزان سيرتي ناين أكتر من تسعة وثلاثين عشان أقول عليه بروتين مش هنختلف في العادة خلاص مش هنختلف فين في العادة لكن أقول لك مثلا عشرين أمينو أسد سيكونس بتاعتهم اسمه إيه اسمه بولي بيبتايدز خلاص الكتير أو اسمه إيه كبير أو اسمه إيه بروتينز طيب الأمينو أسد اتحدوا مع بعض إزاي بالبيبتايد بونت إيه هي الباكبون بتاعت البروتينز إيه وحدة بناء البروتينز هي الأمينو أسد مش الفاتي أسد الأمينو إيه أسد خلاص إخلصنا من البروتين كده هوا إسيبي إخلصنا منين من البروتين طيب نروح للكاربوهايدريتز كاربوهايدريتز يعني إيه شباب كاربوهايدريتز النشويات واختبالك أو السكريات تمام الكاربوهايدريتز هقسمها إلى ثلاثة مونوساكرايد دايساكرايد بوليساكرايد مونوساكرايد يعني سيمبل شجر يعني ما قدرش أكسره أكتر من كده هو سيمبل شجر تمام زي إيه أنا هسميه على حسب عدد الكاربون اللي فيه ما يبدأ عندي يا شباب إلا بثلاثة كاربون لو هو سري كاربون هسميه تراي من سري وأي شجر لازم ينتهي بصفكس أوز ترايوز طب أربعة كاربون يبقى تتروز طب خمسة كاربون بنتوزيس طب لو ستة كاربون هيكسوزيس أنا هركز على الاتنين الأخرينيين على ستستعملتون في البيولوجي البنتوز اللي انت خدتهم في البيولوجي اتنين يا إما سكر اسمه رايبوز يا إما سكر اسمه دي أكسي رايبوز عارفين الفرمة بينهم إيه؟ أن الثاني منزوع الأكسجين الهكسوز ثلاثة تعرفهم زي اسمك غلوكوز فاراكتوز جالاكتوز يبقى هذه خمسة مونوسكرايد لازم يكون عارفهم من دولة مونوسكرايد طيب عايزة عمل دايسكرايد لازم يبقى اتنين مونوسكرايد ولازم يكون من عائلة مين؟ الهكسوزي يا شباب غالباً الغلوكوز يبقى دايسكرايد تلاتة تعرفهم زي اسمك سكروز لإسم مشهور اسمه إيه يا شباب؟ السكروز اسمه إيه؟ تيبل شجر صح؟ سكر المائدة طيب مالت لكتوز سكر الحليب ملك شجر مالتوز سكر الشعير اسمه مالت شجر طيب يبقى ممكن يسألني سؤال في الامتحان مين الدايسكرايد السكروز لكتوز ملتوز فرقتوز لا الفرقتوز لا طيب يبقى سكروز لكتوز ملتوز لازم تعرف كل دايسكرايد يكون من ايه ومن ايه كلهم فيهم غلوكوز كلهم فيهم غلوكوز 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 ايه الدايسكرايد الثاني اللي معاه قالك الدايسكرايد الثاني معاه عشان ما تختلق بطش ده اسمه سكر روز يبقى فيه فرقتوز اهوا يا سيده اليو واليو اهوا دخلوا مع بعض ده اسمه لكتوز يبقى فيه جالكتوز اهوا عشان ما تنساش والتاني ده هو غلوكوز غلوكوز يبقى ممكن يسألك يقولك لك لكتوز بيتكون من ايه يبقى غلوكوز غلوكوز طب السكروز غلوكوز فرقتوز طب المالتوز اتنين غلوكوز خلاص البوليسكرايد برضو ده هيا عبارة عن بوليمرز من الغلوكوز نوعين يا اما احاجات اجيبها من الانيمالز وده الجلايكوجين الجلايكوجين اللي انا بخزنه في الليفر والمسلز يبقى الجلايكوجين ده هو انيمال بوليسكرايد اما ممكن صورس تاني جيبه من البلانت ودوله نوعين يا اما يكون ستارش نيشا يا اما يكون سليلوز السليلوز نحنا نستفيد من أنيمالز لان جسمنا انزيم اللي هو آلفا 14 اللي يقدر يكسر السليلوز ويحول 주고 قلبي ساكرايد ومونو ساكرايد ويحول السليلووز لا أستفيد من لانه فالتي هيا الانيمال الوحيد بس أنا بستفيد منه من ناحية البيولوجية يعني زي ما اتفقنا زمان قلنا ان السلولوز هو الفايبرز هو البران هو الردة هو الالياف اللي تخلي واحد ما عندهوش كونستيباشن امساك تزود الموتاليتي واللي هي يسموها اللي هي بتاعة الامعاء واخد بالك تخليها عشان كده الواحد ما يحصلش عنده كونستيباشن يقلل من إصابه بالكولون كانسر حاجات كتير قوي الناس اللي بيعملوا حمية تخسيس لو خد بران وحطه على الزباد اللي هي له ويشرب عليه ماء انه هو ابزورب البراند ابزورب الووتر فبيعمل يخلي الاستومك وخد بالك يعمل فالستومك ويخليه ودى خد بالك بيكل اربعة ترغيفة يأكل رغيفين بس او رغيف واحد او يأكل اربعة معالق رز ويسكت يبقى السؤال اللي بيجي هنا السلولوز ده هو عبارة عن ايه بلانت بوليساكرايت او بوليساكرايت بس طب والستارش بوليساكرايت برضو من البلانت طب الجلايكوجين انيمال بوليساكرايت او بوليساكرايت طب السكروز دايساكرايت طب الفالكتوز مونوساكرايت طب الريبوز مونوساكرايت طب الدي اوكسي ريبوز مونوساكرايت خلاص طيب نروح للقابل الاخيرة اللي هي الليبوز برضو هنقول كلمتين بوساط قوي عليها الليبوز يعني ايه شباب الدهون اهيه الليبوز يا شباب الباكبون بتاعي عندي اهوه ادي الجليسرولز اهوه عبارة عن الكوهول الجليسرول لشباب اهوه مع الفاتي قصد اهوه اعط فاتي قصد واحد وحط فاتي قصد اتنين تلاتة فاتي قصد ممكن اضيفهم اهوه اهوه زائد 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 هعمل اسير يا محمد اخد او اتش من هنا واخد دي من هنا اخد مية من هنا وrakt كده يبقى استر هوا حتى يسمو استر هوا يبقى هيددي هوا سي اتش او سي اتش او هوا 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 يا محمد الاستر بتاعك تكون هوا 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 ادي الكربونين ومعها الاكسجين تلاتة ده استره شايف الاستر دي هوا يبقى دهو ايه الدهون الثلاثية يبقى يبقى الباكبون بتاع الليبيد بتاعي يا بران ايه يا شباب زائد فاتي اسد انا في الامتحام وكن اقول لك زائد امينو اسد لا او اشيل كلمة وانت مغمض تختار على طول قوعة زائد فاتي اسد بعد كده الليبتز دي يا شباب لو رحت السوبر ماركت الاقيها نوعين لو دخلت السوبر ماركت الاقيها نوعين واخد بالك يبقى الليبتز دي يا شباب يا اما انا الاقي فاتس يا اما الاقي اويلز زيوت فاتي هيا شباب صوليد اتروم تمبرتشا صوليد لكن دي تبقى ليكويد زيوت سائلة طب ايه الفرق ما بينهم الاقي ان الفاتس يا شباب دايما تيجي من الانيمالز دايما تيجي من الحيوانات لكن دايما هنا يجي من البلانتز الفرق لسه ان كل الفاتس دايما ساتيوريتد فاتي اسد دايما دهون مشبعة لكن دايما الزيوت انساتيوريتد فاتي اسد طيب الصح مين المور هيلسي المور هيلسي يا حبيبي انك تجيب الايل الزيوت وخصوصا اللي هي بولي انساتيوريتد فاتي اسد اما الزبدة والقشطة البتر ده هو الجميلة دي الزبدة والسمنة البلدي اه جميلة جدا هي اللي بتدي التاست بتاع الاكل يا سلامي ما تبق طبق فول بالسمنة غير ما تاكل طبق فول بزيت العربيات واخد بلد يعني ما ملجيش معاك بس ايه مشكلة السمنة هنا بتاعتنا ساتيوريتد تعمل كولوسترول تترصف الشرايين تعمل لي أسيروسكلوروزيس تصلب الشرايين اما دلوقتي كله خلاص بيطبخ بالايلز ويما روح اشتري زيت دايما احاول ايكون في بولي انساتيوريتد فاتي اسد اللي يسموها بوفا واخد بلد وده افضل حاجة في الصنفلاور الصنفلاور زيت تابع الشمس والاوليف اويل وزيت الزتون والكورن اويل وزيت يبقى كده خلصنا من الفات اخر حاجة اللي هي يا شباب النيوكليك اسد الاحماض النووي ودوله نوعين دي ان اي خدتهم في البيولوجي وار ان اي عايز حد يقولي الاختصارات عيب او متعرفش انه ده هو دي اوكسي نيوكسي رايبو نيوكليك اسد رايبو نيوكليك اسد تمام طيب اي واحدة تبناء النيوكليك اسد حاجة اسمها نيوكليوتايدز نيوكليوتايدز والنيوكليوتايدز دي تتكون من ايه شباب من 3 حاجات عشان اقول عليها نيوكليوتايدز نيتروجينوس بيز بنتوز شجر سكر خماسي فوسفيت جروب سموها فوسفيت جروب النيتروجينوس بيز نوعين يا اما عيلة البيورينز ودي بتبقى تو اروماتيك رينك يا اما عيلة البايريميدين ودي تبقى وان رينك البيورين دول نوعين ادنين بيرمز لها بايه وقوانين اما البايريميدينز تلاتة اهم يورسيل سايتوزين سايمين يبقى دي تي كابتل سي كابتل يو كابتل اهو ودي جي كابتل اي كابتل اما البنتوز شجر فهم نوعين يئما رايبوز يئما دي اكسي رايبوز السؤال يبقى هي ريبيتد نيوكلي تايدز نيوكلي تصف ببعضها كتير قوي يبقى هي ديها تعمل بس خد بالك ان الار ان اي سنجل ستراند شريط واحد اما دي ان اي دبل ستراند ماشي الفرق التاني ان الشجر الفي الار ان اي اسمه رايبوز خلاص اما الشجر الفي الدي ان اي اسمه دي اكسي رايبوز الخمسة بيز دولة اللي هما شايفهم اتنين اهم بيرين والثلاثة بيريميدين في اربعة موجودين في الدي ان اي وفي اربعة موجودين في الار ان اي يبقى في واحدة مش هنا وواحدة مش هنا الدي ان اي في كل البيز ما عدا ما عدا مين محمد ما عدا اليوراسيل هي اللي مش موجودة جوه الدي ان اي الار ان اي في كل البيز ما عدا صايمين يبقى دي البيز اللي مش موجودة هنا اده الاسئلة اللي بتيجي ايه الشجر اللي موجود هنا رايبوز ايه الشجر اللي موجود هنا دي اكسي رايبوز النيوكليتاي دي زي سأني فيها بتتكون من مين اقول له من نايتروجيناس بيز بنتوز شجر فوسفيد جروب تمام تمام دي هي اسئلة النيوكليكاس تمام ده ملخص بسيط لشابتر سبعة اتمنى انه ان شاء الله شوفكم في النهائي اني موفقين ما حتغلطوا في الحاجات الدهية وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وان كان فيه تقصير فسمحونا يعني